بعث وزير الداخلية لواء محمود توفيق ببرقية تهنيئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد حيث أكد وزير الداخلية في برقيته أن تاريخ السادس من أكتوبر قد استقر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات القوات المسلحة التي خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء كما أكد وزير الداخلية أن طاقات العمل والفداء تتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدة لتجداز مصر كل التحديات والصعوبات وتنطلق للمزيد من التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنيئة للفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وبرقية تهنيئة مماثلة للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة